اهلا وسهلا فيكم اصدقائي جميعا بفيديو جديد من سلسلة اهم المواضيع يلي عم تجي وتتكرر بالامتحانات اليوم في عنا كتابة موضوع كتير مهم اللي هو ضياع شهادة القيادة رح نكتب هذا الموضوع المهم بشكل بسيط وسهل اول شي رح نتعرف على نص الموضوع لحتى نفهمه ونعرف شو المطلوب منه لقد اضعت شهادة القيادة قيادة السيارة طبعا انت تريد معرفة كيف يمكنك ان تحصل على شهادة جديدة اكتب رسالة الى شهادة يعني مثل البلدية اللي موجودة بالمدينة شرابن سي اتواس سو folgenden punkten اكتب في النقاط التالية كيف حدث ذلك لماذا تحتاج بشكل عاجل الى شهادة قيادة جديدة؟ بمشيء بشكل عاجل مفتك في النقاط تقوم بشكل عاجل أي صورة ومثل مو شايفين في عنا فترة قيادة اسطفهام ومثل نحنى لازم نسأل هون عن فترة طبعا رح نطع عن كل طلب بطلبوا بالتفصيل بعد ذلك ليش لیخ Joseph Zupt يعني متى موعد الفتح baker開 wirkt وبعتبار عندنا ف 갖بز استفهام فعندما نسأل 마음에 موعد العمل سنكتب هاي الرسالة بالتفصيل بين طلب النموعد بعدين نجمع الطلبات ونكتبهون على الرسالة نهائية ستابعوا معي الرحل ل stitched up وتطلعوا من هذا الفيديو تعرفوا تكتبوا رسالة لحالكم وباعتباره موضوع مهم فأتمنى ممكن تعملوا لايك لحتى ينتشر هذا الفيديو ويوصل لأكبر عدد ممكن من الناس ويستفيدوا منه وإذا كنتوا أول مرة بتشوفوا هالقناة بتمنى تعملوا اشتراك حتى تشوفوا كل دروسة جاية أول ما تنزل خلينا نبلش الطلب الأول عننا VS Password East كيف حدث ذلك هون لازم نحكي نحنا كيف ضيعنا شهادة القيادة تبعنا فينا نبدأ بهاي الجملة مثلا هيرمت شخيب إيش إينا وإيش فور زوائي تاج مينن فورشين فلورن هاب أكتوب لكم لأنني منذ أو قبل يومين أضعتو شهادة القيادة الخاصة بي طيب كيف صار هذا الشيء إس إس بسيرت ألس إش فون مونشن ناخ برلين مي دم زوج جفارن بي حدث ذلك عندما كنت مسافر من مونشن إلى برلين مي دم زوج باستخدام القطار بعد ذلك لم أستطع أن أجد شهادة القيادة الخاصة بي بكل بساطة هيك فينا نكتب الطلب الأول طبعا فيه كتير خيارات المهم أنه نحنا نتخيل سيطواتسيون ونعمل هيك سيناريو بسيط من عنا رح نروح للطلب الثاني الطلب الثاني هو لماذا تحتاج بشكل عاجل إلى شهادة قيادة جديدة؟ طبعا بهذا الطلب كمان لازم نحكي أنه نحنا بحاجة شهادة لأنه نحنا عم نشتغل كل يوم وعم نسافر مثلا من بيتنا لمكان الشغل أو مثلا أنه أنا بشتغل سائق وبالتالي أنا بحاجة لشهادة قيادة مثلا هون في عنا اعمل في شركة DHL عملي هو يعني موصل الطرود أو موصل الرسائل وبدون شهادة القيادة لا يمكنني أن أعمال في عنا هون بس خطأ صغير اللي هي كلمة اون بحرف كبير طبعا بعد تزرع هاد الخطأ هي لازم تكون بحرف صغير طبعا اون هو بريبوزيزيون خاص بأكوزاتيو دسwegen يعني بحالة أكوزاتيو لذلك لهذا السبب أحتاجه بشكل عاجل إلى شهادة قيادة جديدة إذا لأي سبب لأنه أنا بشتغل بDHL وبدون شهادة ما فيني اشتغل وبالتالي بدي شهادة بشكل عاجل أصدقائي فيكن تشوفوا هاي الرسالة طبعا نص الموضوع والطلبات والرسالة النهائية كل شي مع الترجمة موجودين على شكل أرتيكل على موقع الإلكتروني فاذا حابين تشوفوا هادول الجمل وتستفيدوا منه وتنسخوهن أو تنسخوا الرسالة النهائية نزلوا على وصف هاد الفيديو وضغطوا على أول رابط أو موجود بأول تعليق رح تروحوا مباشرة للأرتيكل يلي فيها هاد الحكي كله الطلب الثالث عنا فوتو متل ما حكينا هون لازم نسأل طيب شو ممكن نسأل؟ فينا نسأل إنه هل أنا بحتاج فوتو جديدة؟ أو مثلا كم صورة بدي لحتى أحصل على شهادة جديدة مثلا؟ أو شو هي المستندات المطلوبة مشان أحصل على شهادة جديدة؟ كنتن سي ميا بيتس ساكن أب إش اي نويس فوتو متبريغم موس؟ كنتن سي ميا بيتس ساكن هل يمكنكم رجاء أن تخبروني أب إش اي نويس فوتو متبريغم موس؟ إذا يجب علي أن أحضر نويس فوتو صورة جديدة؟ يمكنني أن نسأل مثلا كم صورة بدي لحتى أحصل على شهادة جديدة؟ طيب إذا نسأل شو هي المستندات المطلوبة مشان أحصل على شهادة جديدة؟ مثلا وما هي المستندات المطلوبة من أجل الفرشين الجديدة؟ إذن هيك بكل بساطة فينا نكتوب بهذا الطلب راح نروح للطلب الرابع كمان في عنا فغاق تسايشن هون لازم نسأل أمتى أنتو بتكونوا فاتحين؟ أو أمتى أوقات العمل بالنسبة لكم؟ أوسر ديم بالإضافة إلى ذلك؟ طبعاً لأنه سألنا أول شيء كذا سؤال، سؤال أو ثانين وعن نرجع كمان بدنا نسأل ففينا نستخدم أوسر ديم بالإضافة إلى ذلك؟ أستطيع أن أعلم؟ أوسر ديم أستطيع أن أعلم؟ بالإضافة إلى ذلك أرغب في معرفة؟ إن ستتطيع أن أعلم؟ أكتوب قبل بأس حقًا على ذلك أخبار إلى ذلك أن أخبارت إلى ذلك أخرى كيف هي الأوقات العمل؟ إن أحب هناك أبطر إجرال لتخبرون جداً لك أن أعلم servir إن أحب هناك أبطر إجرال لتخبرين إذا أمكنكم أن أعطوني موعد سريع سوف أكون ممتن جدا لكم إذن هدول الجمل كتير مهمة لحتى نكتبون بأي رسالة كانت وجمل حلوة واستخدامها بالرسالة جدا ممتاز فلهيك كتبت لكم كل هدول الجمل وبشكل مترجم بالموقع الإلكتروني لتعلم لغة ألمانية طيب أصدقائي هيك منكون كتبنا كل طلب لحال حتى سهل عليكم وبالتالي رح نكتب الرسالة بشكل نهائي وهاي لدينا الرسالة مثل المشايفين أول شي في لدينا برلين 10.3.2022 أول شي الرسالة هي لمين لا شتات فرفالتونج ومعنه مذكور اسم معين وبالتالي هي رسالة رسمية جدا كمان ولانه معنه مذكور اسم وبالتالي لازم تكون الآن غادة التحية هي كالتالي زي قائرت دامن وندهيرن رح اقرأ الرسالة بشكل حاول انه بشكل واضح وبطيء هرمت شربي أكبر 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 ويسبقى سيارة أمي حصلتها أصدقى أصدقوات كذلك في المنزل الأميز من مجرور في بيشتيات بالنسبة للغاية وكان لم أميزر الجهية لم يكن لم يكن أميزر أنا أعمال في دهل وكعمت لغاية ولكن ولن يفقى بالجهية أليس أميزر يجب أن أراضي. إذاً بحاجة الدين لده لديك أراضي. يجب أن اقول أليكم بسيطة آخرين. ويساعدت مجدد أراضي من المنزل؟ أعضب أريد أن أراضي يمكن أن أعرف أراضي. أريد أن أراضي يكون أراضي متى أراضي. ويجب أن أتكلم أنا أتكلم وأخر شي فينا نكتب مثلا اشفرواي مش زا اوف ايه انتور اوف اوف ايه بالدغة اوف 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 ايفان اوف اخر شي بنكتب المناسبة لهي الرسالة متفرونلشن ومنكتب تحت اسمنا و بس هيك اصدقائي هات كان فيديو اليوم بيتمنى تكونوا استفدتم الفيديو وبتمنى تكونوا هيك أخدتوا فكرة عن كتابة هاد النوع من الرسائل كتبوا لي بالتعليقات عن أفكار ورسائل مهمة ممكن نحكي واشرح عنا بشوفكم بالفيديوهات الجاية سلام